داعش وإن بدى واضحا تقهقره من وسط الرمادي نتيجة ضربات الجيش العراقية وقوات التحالف إلا أن شبحه يحوم في المكان لسيما أن مسلحي التنظيم ما زالوا يتخذون من أطراف المدينة مركزا لهم ونقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن والمدنيين أيضا الجيش العراقي أعلن أن نحو ستين من قوات الأمن والشرطة قتلوا واصب العشرات في سلسلة هجمات جديدة لداعش بتسع عربات مفخخة استهدفت مقر قيادة الفرقة العاشرة بالجيش في شمال شرق الرمادي هجمات وصفها المسؤولون العراقيون بالأعنف منذ بدء عملية تحرير الرمادي ويرى مراقبون أن ما حققه الجيش العراقي يجعل من هجمات داعش دافعا أكبر لدحرهم وتحرير كامل مناطق محافظة الأنبار هدفنا الرئيسي تحرير جميع مناطق الأنبار من جردان داعش والهدف الثاني تحرير العوالي المحاصرة التي كانت محاصرها العناصر والزمر الإرهابية داعش من جهته أعلن عبر مواقعه الإلكترونية أنه سيطر على مقر للقوات العراقية قرب منطقة الطراح شمالي الرمادي وكذلك أعلن عن سيطرة مسلحيها على جسر البوريشة شمال غربي المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش العراقي والحجد الشعبي عندما يبكي الرجال صورة تعكس حجم القهر الذي وقع على هذا الرجل وعائلته من جراء تلك الاجتباكات التي وصلت شظاياها إلى ساقها هذه امرأة أخرى بيدها راية السلم والاستسلام يبدو أنها لم تعرف ما إذا كان داعش أو الجيش هو من سيطر أخيرا على منطقتها قصص معاناة المدنيين في الرمادي كثيرة تكشفت تفاصيل بعضها في المناطق التي فر منها مسلح داعش إصابات وحالات هلع وخوف وجوع تبين حجم المأساة التي تعرض لها وما زال هناك المئات يعيشونها في المناطق التي تشهد إرهاب داعش وعمليات للجيش العراقي